يعني الآن بيت لاهية وصفة قوات جيش الاحتلال في اليوم الأول أطراف بيت لاهية الشمالية بمعنى آخر بعد 181 يوم من وصول القوات البرية لا يزال القتال مستمر وكذلك في بيت حانون والآن الحديث عن إخلاء مربعات أمنية إلى غير ذلك هذا ماذا يعني؟ يعني أن كتائب المقاومة كما قلنا مرارا وتكرارا بأنه كان يوجد 12 كتيبة في المنطقة الشمالية أي من شمال وادي غزة وهذه الكتائب تم بعد انتهاء المرحلة الأولى وبعد إعلان الدخول في المرحلة الأولى في المنطقة الشمالية وإعلان الدخول في المرحلة العمليات الانتقائية أن لا تزال هذه الكتائب موجودة وأعادت هيكلتها وأقر بذلك وزير الدفاع وأقر بذلك رئيس الأركان وحدثت عدة عمليات عسكرية في الشجاعية في الدرج في غيرها من المناطق في الشيخ رضوان في تل الهوى وآخرها في الزيتون وكانت معركة كبيرة وطاحنة إذن مفهوم السيطرة على الأرض لم يتحقق لجيش الاحتلال ولا زالت المقاومة متماسكة وتؤدي قتالها قد لا تكون وهذا أمر طبيعي جداً بنفس القوة القتالية التي بدأت في اليوم الأول للمعركة البرية ولكن القدرة القتالية موجودة وطريقة إدارة المعركة تم تطويرها لتتلاءم والأفق المغلق لنهاية الحرب لأنه كما يعلم الجميع غز محاصرة الإمدادات صعبة إذن لا بد من إيجاد وسيلة لإدارة المعركة بأقل جهد بشري وبجهد آلي واستخدام المعدات أي بمعنى آخر استخدام مقلوف الياسين يجب أن يكون مؤطراً ومحدداً ويؤدي إلى نجاح العملية ثم تم تفعيل غرفة العمليات المشتركة قبل أربعة أشهر من حديث هذا وهو البدء لمرحلة الحرب في خان يونس وبالتالي تم توحيد جهد الفصائل المقاتلة بدءاً من القسام مروراً بسرايا القدس إلى بقية الفصائل حتى لا يكون ازدواجية في حال استخدام الجهد القتال ما الرسائل العسكرية التي قرأتها في تصريحات أبو عبيد الناطق باسم القسام اليوم؟ يعني هناك العديد من الإشارات العسكرية أولاً هو ذكر في السابع من أكتوبر وأشار بمنتهى الدقة أنه تم القضاء على فرقة غزة خلال ستين دقيقة وهذا يتذكير بذلك اليوم العظيم الأمر الآخر تحدث عن الغوص في رمال غزة أبعد من ذلك أشار في طريقة قد لا تبدو واضحة عندما قال في حال أن يبحث العدو عن أي نصر في أي مكان سيجد المقاتل أمامه أي بمعنى آخر أن إدارة المعركة الدفاعية تم إعادة بنائها ما بين ليس القسام القسام مع بقية الفصائل ليصبح كل مربع في منطقة غزة كاملة مدافع عن سواء من القسام أو من سرايا القدس أو من بقية الفصائل في جهد منفرد أو جهد مشترك إذن بمعنى آخر هو أرسل رسالة أننا لا نزال قادرين على إدارة معركتنا وقادرين على تنفيذ عمليات هنا كانت إشارة أخرى عمليات نوعية ومتعددة ووعد بعمليات مختلفة إذن لا بد أن وهو أصبح كلام مصدر ثقة لأنه لم يسجل عليه خطابا غوائيا أو شعبويا كانت كل كلماته تترجم الواقع إذن إذا أخذت بحرفية النص التي تقدم بها هو يعد بأن هناك شيء ما وهذا يقودني إلى طرح نقطة في آخر خمسة ستة عسابيع كل إطلاق الصواريخ من قبل سرايا القدس والقسام لم يطلب هل يعني ذلك أن مستودعات القسام فرغت الآن أعتقد أن أبا عبيدة أجاب بطريقة غير مباشرة أنني لدي المخزون القتالي ولدي الوسائل المتعددة وسأستخدمها في الوقت المناسب وفي المكان المناسب